أصيب مفوض عسكري روسي مشرف على مركز تجنيد جراء إطلاق النار على مركز للتجنيد في سيبريا يأتي ذلك في حين تشهد روسيا تعبئة جزئية للقتال في أوكرانيا وقال حاكم المنطقة الروسية إنه تم نقل المفوض العسكري إلى المستشفى في حالة خطرة من ناحية أخرى سقط ما لا يقل عن ستة قتلى ونحو عشرين جريحا من بينهم أطفال في إطلاق نار في مدرسة وسط روسيا وفقا لما أعلنته وزارة الداخلية الروسية التي أشارت إلى أن المنفذ انتحر من جهته ندد الرئيس الروسي بلاديمير بوتين بالحادث الذي وصفه بالإرهابي وغير الإنسانية دعا الرئيس الروسي بلاديمير بوتين الدول الغربية إلى معاملة بلاده باحترام جاء ذلك خلال لقائه مع نظره البيلاروسي أليكسندر لوكاشينكو في مدينة سوتي بجنوب روسيا وسيعقد رئيسان اجتماعا لبحث العمل في إطار دولة الاتحاد والخطط المشتركة في قطاعي الكيمياء والغذاء وتوريد الأسمدة البيلاروسية إلى الأسواق العالمية أقر الكريملين بحدوث أخطاء في جهود استدعاء مئات آلاف الجنود جنود الاحتياط للمشاركة في القتال في أوكرانيا وأكد الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أنه تم تسجيل حالات تم فيها انتهاك مرسوم الاستدعاء مشددا على أن السلطات لم تتخذ القرار بشأن إغلاق الحدود أمام الرجال في سن القتال قالت بريطانيا أن الدفعات الأولى من قوات الاحتياط الذين تم استدعاؤهم للتعبئة الجزئية لروسيا بدأت في الوصول إلى القواعد العسكرية وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية أن روسيا ستواجه الآن تحديا إداريا ولوجستيا لتوفير التدريب لهذه القوات كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع الأسبوع الماضي مرسوما بشأن التعبئة الجزئية لنحو 300 ألف جندي للمشاركة في العملية العسكرية في أوكرانيا أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زلنيسكي أن بلاده عثرت على مقبرتين جماعيتين أخرين تضمن مئات الجثث لأشخاص من بلدة إيزيوم التي استردتها كييف من روسيا في الشمال الشرقي هذا الشهر وخلال تصريحات تلفزيونية دعا زلنيسكي لاستمرار الضغط بالعقوبات على روسيا التي تردتها القوات الأوكرانية من الشمال الشرقي بعد هجوم مضاب هذا الشهر ولم تعلق السلطات الروسية على تأكيد زلنيسكي باكتشاف المقبرتين في وقت تنفي فيه موسكو دائما ارتكاب أعمال وحشية خلال العملية العسكرية في أوكرانيا أو باستهداف مدنيين أعلنت القيادة الجنوبية للقوات الأوكرانية أعلنت أن طائرتين مسيرتين أطلقت هما القوات الروسية على منطقة أديستا في أوكرانيا أصابت أهدافا عسكرية وأضافت القوات الأوكرانية أن القصف تسبب في نشوب حريق وتفجير ذخيرة لافتة إلى أنه تم إجلاء المدنيين نتيجة إطلاق نار واسع النطاق قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافييل جروسي إن الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة الذرية في أوكرانيا غير مقبول وشدد جروسي على ضرورة العمل على تجنب حدوث خطر نووي هذا وتعرضت المحطة لأكثر من هجوم خلال الأسبوع الماضية وسط تبادل للاتهامات بين موسكو وكييف بقصف المحطة التي تعتبر أكبر منشأة للطاقة النووية في أوروبا والتي تخضع منذ أوائل مارس لسيطرة القوات الروسية دخلت الأزمة الأوكرانية شهرها الثامن مع تبدد آمال الحل وسط تصعيد روسي بقرار لتعبئة قوات الاحتياط بالمقابل يحشد الغرب مساعداته العسكرية تحت لواء الجيش الأوكراني في محاولة لإنهاء العمليات العسكرية الروسية ولما بات العالم على أعتاب الشهر الثامن من بدء الأزمة الأوكرانية أصبح التحذير من استخدام السلاح النووي في الصراع هو العنوان الأبرز آخر تلك التحذيرات جاءت من الولايات المتحدة أكبر داعم أوكرانيا الغربيين بالسلاح حيث قال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان إن بلاده سترد بحسب على أي استخدام للأسلحة النووية من روسيا ضد أوكرانيا منوها إلى العواقب الكارثية التي ستواجهها موسكو حال لجوئها إلى هذا الخيار تصريحات السوليفان هي أحدث تحذير أمريكي بعد التهديد الذي أطلقه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء الماضي في كلمة أعلن خلالها أيضا أول تعبئة عسكرية لبلاده منذ الحرب العالمية الثانية مستشار الأمن القومي الأمريكي كان حاسما وقال إن الولايات المتحدة سترد بحسم إذا ما قرر الرئيس بوتين استخدام السلاح النووي في النزاع ولم يصف سوليفا طبيعة الرد الأمريكية لكنه قال إن الولايات المتحدة أوضحت لروسيا خلال اتصالات خاصة ما سيعنيه ذلك بكل دقة وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء الماضي اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن بوتين بتوجيه تهديدات نووية سافرة ضد أوروبا في تجاهل للمسؤوليات التي يوجبها حظر انتشار الأسلحة النووية أما وزير الخارجي الروسي سيرجي لفروف فقال ردا على سؤال عما إذا كان لدى بلاده مبررات لاستخدام الأسلحة النووية للدفاع عن المناطق الجاري تنظيم استفتاءات بها وضمها إلى الأراضي الروسية قال إن جميع الأراضي تخضع لحماية الدولة بشكل كامل تصريحات روسية عديدة تأتي في هذا الصياق من ضمنها أيضا ما قاله الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفديف عندما قال إن أي أسلحة في ترسانة موسكو بما في ذلك الأسلحة النووية الاستراتيجية يمكن استخدامها للدفاع عن الأراضي التي تم ضمها في روسيا تهديدات روسية متواصلة تقابلها تحذيرات غربية حاسمة بشأن السلاح النووي تنذر بدخول الصراع مرحلة جديدة ربما لا يمكن معرفة حجم تداعيتها على روسيا وأوكرانيا والعالم أيضا موسيقى 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 موسيقى